السلام عليكم ورحمة الله إخواني الكرام من الملاحظ أن كثيرا من طلاب الجامعات أصابتهم حالة من التجمد مع أحداث غزة وكذلك طلاب الثانوية والإعدادية من من عنده انتماء لأمته فالواحد فيهم إذا تابع الأخبار يحس بالإحباط والقهر وإذا ابتعد عن الأخبار يحس بأنه يخون إخوانه في غزة وفلسطين ويخذلهم شوفوا إخوانا ما يحصل لا شك أنه يولد إحساسا بالقهر لدى كل من عنده إيمان وحياة في قلبه أن ترى إخوانك يفعل بهم هذا كله وأنت لا تستطيع أن تقاتل إلى جانبهم وتبذل في ذلك ما لك ووقتك ونفسك وحقيقة أنا لدي إحجام نفسي عن نشر الكلمات مع أني ألقى إخوة يقولون انشر ما يصبرنا ويرفع معنوياتنا ومع ذلك أجد إحجاما للقهر الذي نحس به تجاه هذه الأحداث ومع ذلك يا كرام علينا أن نلملم شتاتنا ونتماسك ولا نجلس محبطين يائسين فيقينا ليست هذه هي العبودية التي يستخرجها الله منا بمثل هذه الظروف الذي شجعني على نشر هذه الكلمة موقفان الأول أن أحد أصدقائي من طلاب الطب في إحدى البلاد المنكوبة قال لي نحن نتلقى محاضراتنا عن بعد ومع أن في دفعتنا ثلاثمائة طالب طب إلا أنه لا يفتح المحاضرة إلا عشرون منهم وعندما نشرنا السبيانا وجدنا أن هؤلاء الطلاب اجتمعت عليهم هموم بلدهم مع هموم غزة ولك أخي أن تتصور ما المستقبل الذي ينتظر البلد إذا كان هذا حال طلاب الطب فيه والموقف الثاني أرسله لأحد الإخوة منشور على مجموعة طبية عبارة عن صورة محادثة تسأل فيها طالبة طب أول أمس تسأل أحد الدكاترا وتقول له السلام عليكم دكتور أنا طالبة طب سنة رابعة ومشتتة كثير بالجراحة مرة أدرس مونتريد ومرة أدرس واشنغتون مانيول ويضيع وقتي بينهم فشو بتنصحني للجراحة من كتب ومن أشياء تانية استفت منها رد عليها الدكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في أي جامعة أختي فأجابت الطالبة من الجامعة الإسلامية بغزة ما في دوام عنا بسبب الحرب ولسه كنا بدنا نبدأ الجراحة بس إجت الحرب المفروض إلنا ثلاث أسابيع بدوام الجراحة ما بنطلع ولا بنيجي أوقاتنا حرفيا بتضيع فحكيت أفتح إشي أدرسه ينسين التفكير وترقب شوي لعل الله يزيحها الغمة شوفوا إخوانا هذه الأخت في غزة تحت القصف تتوقع القصف في أي لحظة ومع ذلك تريد أن تطور نفسها في مجال دراستها في الجراحة هذه الأخت ذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها ربنا عز وجل يريد مننا أن نكون إيجابيين أن نكون مستبشرين ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن إذا بدأت في أمر النافع لا تتركه حتى لو ستقوم الساعة أتمه تابع فيه لذلك أحببت أن أهمس بهذه الكلمات لإخواني الطلبة في أي علم النافع الطب غيره كل ما يحدث يا إخواني إنما هو ضمن أقدار الله عز وجل وحتى تعلم قيمة هذه القناعة لما نقول هذا كل ضمن أقدار الله علشان تعرف إيش معنى كل ضمن أقدار الله تصور الحالة البديلة تصور حالة أن يكون شيء في هذا الكون يجري بخلاف إرادة الرب الذي تعبده حاشاه حينئذ يحق لك أن تقلق وأن تخاف لكن الأمر ليس كذلك بل كل شيء يحصل هو بقدر الله الحكيم قدره لحكمه ليبلوكم أيكم أحسن عمل فتحتاج أن تفكر ما أحسن العمل الذي يحبه ربي مني في مثل هذه الظروف ما هي العبوديات التي يستخرجها الله تعالى مني بهذه الظروف أكيد هذه العبوديات مش الإحباط ولا اليأس ولا الألم بلا عمل ولا التحسر على الفاضي مطلوب مننا نجاهد أكيد طيب وإذا ما قدرناه نجاهد نقعد هكذا بلا عمل قدر الله على أمتنا التدافع مع الباطل وأهله فمن المهم يا شباب التنبه إلى أن الأمة المسلمة أثناء هذا التدافع لا تخوض معركة واحدة في قضية واحدة وإنما تشهد الأمة معارك مستمرة لن تتوقف وهذا يجعل من واجب الشباب ألا يصيبهم التجمد والتحجر وهم في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة معركة من المعارك إياك أن يصيبك التجمد والتحجر وأنت في انتظار نتيجة معركة من المعارك تقصيرنا فيما نحن فيه كطلاب جامعات أو حتى أي طلاب علم أي طلاب علم نافع في الجامعة وغير الجامعة لأنني كما ذكرت مرارا لا ينبغي حصر العلم النافع في الجامعات تقصيرنا كطلاب علم نافع إنما يساهم في إضعاف أمتنا على جبهات أخرى في معارك أخرى معركة الوعي والتعلم والاحتراف لسد الثغرات في جسم الأمة وبنيانها معركة إغناء الأمة عن الحاجة إلى غيرها حتى تتمكن من مقاطعة أعدائها وبضائعهم وأدويتهم إذا بقينا محبطين متجمدين فسنبقى عالة على الأمم في غذائنا ولباسنا وأدويتنا وفي سائر أمورنا حول ألمك على إخوانك إلى إتقان وجد في دراستك وإخلاص في نيتك راجياً أن إذا فتح باب لنجلة إخوانك في غزة وفلسطين أنك تنجدهم بما تعلمت كطبيب أو ممرض أو مهندس أو إعلامي أو غيره وإذا هيئ الله معركة أخرى راجوت بتعلمك وإتقانك أن يكون لك دور فيها يريد أعداء الأمة أن يشيروك بالعجز لتستسلم ومن أكثر ما أثار جنونهم أن طفان الأقصى رفع معنويات المسلمين وبدد عنهم اليأس والإحباط وأشعرهم بالقدرة ومن أهم إهداء هدافهم في تدمير غزة الآن من أهم أهداف أعدائنا في تدمير غزة أن يدمروا هذه الحالة الإيمانية المعنوية لدى المسلمين لأنهم يعلمون جيداً خطرها عليهم وعلى استعبادهم للشعوب فإياك يا أخي الشاب إياك يا أخت الشاب أن تستسلموا لمخططاتهم هذه لا تسمح لهم أن ينزعوا منك الإرادة خذ العبرة من إخوانك في غزة خذ العبرة من هذه الطالبة التي ذكرنا رسالتها خذ العبرة من الذين أعدوا ما استطاعوا من قوة رغم الحصار والجوع والقصف المستمر عليهم ثم فاجأوا العالم بطوفان الأقصى لو عمل إخواننا في غزة مثل ما يعملوا بعضنا من إحباط ويأس وجلوس لم استطاعوا أن يفعلوا ما فعلوه وإنما بدلوا المستطاع ضمن إمكانياتهم حتى هيئ الله لهم الأسباب خذ العبرة من الأسرة الستة من ذكرينهم الأسرة الستة الفلسطينيين اللي هربوا قبل عامين في تسعة ألفين واحد عشرين من سجن جلبوع في شمال فلسطين مع أنه من أشد السجون حراسة لذلك استطاعوا أن يحفروا نفقا ويخرجوا منهم مرة أخرى مكاننا المناسب أنا وأنت هو النصرة الكاملة لإخواننا بأنفسنا وأموالنا طيب بذا لم نستطع علينا أن نستنفذ وسعنا وطاقتنا في نصرتهم من مكاننا بما نستطيع وفي الوقت ذاته لا نهمل الثغر الذي يقف عليه كل منها أحسب أن هذه المعركة الحالية هي بداية النصر بإذن الله حتى وإن مررنا بمخاضٍ أليم يثبت الله فيه الذين آمنوا يثبت الله فيه الذين آمنوا لذلك فأمتك تحتاج علمك في المعارك القادمة التي ستتوج بالنصر والرفع والسناء والتمكين بإذن الله شعورك بقيمة ما تقوم به يجعلك تواصل عملك مهما كانت الظروف وكلك رجاء أن يستعملك الله في معركة من معارك الإسلام الكبرى عدا عما يستعملك فيه في المدى المنظور من نفع أمتك وإغنائها عن أعدائها وتذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ختاماً إخواني الشباب لا تشغلك نصرة إخوانك في غزة بما تستطيعه عن إتقان دراستك أو عملك ولا تشغلك دراستك عن نصرة إخوانك واحتسب أجر إتقان الدراسة والعمل وانوي به العبادة لله تعالى راجياً ببركة هذه العبادة أن يستعملك الله في النصرة الكاملة للمسلمين ولو بعد حين والسلام عليكم ورحمة الله